اشتركوا في القناة النقي الانقى التقي الاتقى نبينا محمد سيدي ولد آدم ولا فخر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد شهدي الكرام حياكم الله بتحية الاسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم لقاؤنا الان بمشيئة الله في هذه الومضة القرآنية نتحدث مع هذا العنوان القرآن الكريم اقناع وامتاء حقا اوالله القرآن كتاب اقناع يقنعك عقلا ويمتعك قلبا اقناع وامتاء تريد اقناعا نعم كن مع كتاب الله ليس فيه آية قرآنية تتعارض مع آية كونية في كون الله وليس فيه آية قرآنية تتعارض مع آية إنسانية في إنسانية الإنسان أبدا القرآن كتاب اقناع ماذا تريد تريد أدلة القرآن مملوء بالأدلة تريد براهين وحجج القرآن كله براهين وكله حجج بل إن القرآن هو حجة الله الدامغة وهو برهانه الصاطع ودليل الله القاطع قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم اجمعين دعانا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلى هذا الدين هذا الدين كله مبني على الأقناع ليس فيه ما يصدم مع العقل أبدا أو ما يتعارض مع الفطرة النقية السوية لا يمكن القرآن أقناع آياته محكمة هو كتاب قائم على الحكمة والإحكام الحكمة والإحكام معناهما معا الإقناع الحكمة يقولون مثلا فلان هذا حكيم حكيم يعني يعرف كيف يتكلم يعرف كيف يعالج القضية يعرف متى يسكت متى يتكلم وإن تكلم يعرف كيف يضع الكلمة في نصابها وفي موضعها لماذا؟ لأنه حكيم لذلك يقولون أرسل حكيما ولا توصه يعني إذا أردت أن تحل مشكلة ما أرسل إليها إنسانا حكيما لا توصه لأنه حكيم ولذلك وصف الله القرآن بالحكمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم فهو كتاب حكمة لأنه كتاب أقناع ليس فيه تعارض ليس فيه تناقض وأيضا هو كتاب محكم قال تعالى ألف لام را كتاب حكمت آياته آياته محكمة هل الكرآن من الممكن أن يتعارض مع الكون؟ لا يمكن ليه؟ لأن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب المحكم فالخالق والقائل واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول هذا الكلام لا يوجد آية قرآنية في كتاب الله تتعارض مع آية كونية في كون الله لأن الخالق والقائل فيهما ولهما واحد إنما هو الله رب العالمين فالقرآن كتاب أقناع ولذلك انظر مثلا إلى محاجة القرآن في الرد على الكافرين على المشركين على الوثنيين في الرد على المنافقين في الرد على أصحاب الملل في الرد على أصحاب النحل سترى أن الكرآن الكريم يرد ردا حاسما ردا سليما صائبا ليس فيه عوار ليس فيه خلل ليس فيه نقص لا يحتج إلى تكملة وأنما رد قاطع حتى مع مشرك كريش ولئن سألتهم من خلقهم ليكونوا لنا الله شكرا طيب إما للأوثان والأصنام وهبل واللات وعزة بتعملوا بهم إيه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت تسألنا عمن خلقنا نحن نقول لك من خلقنا هو الله سبحانه وتعالى أنت تسألنا من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر نقول لك الله والقرآن الكريم صرح بذلك في كثير من آياته لكن اللات وهبل والعزة وهذه الأوثان والأصنام هي آلهتنا فعلا ليه تب لي ماذا ليه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء عقولنا لا تقبل أن نعبد الله مباشرة لابد من بعض الآلهة ومن بعض المعبودات إلي الأوثان التي نعبدها لكي تقربنا إلى الله عز وجل زلفاء يعني قرباء يعني واسطة فربنا قال لهم لا هذا كلام لا يستقيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي لي أنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ليس بينك وبين الله واسطة يا إنسان يا مؤمن أبدا خطأ وقال ربكم دعوني أستجيب لكم بدون واسطة بدون واسطة إقناع حتى حينما رد القرآن عليهم في بعض الأنعام التي حرموها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الباقر والغانم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض الكرآن قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لا صادقون ليه يعني هذه الأشياء ما حرمها عليكم أنتم الذين حرمتم تلك الأشياء على أنفسكم بلا علم ولا بينا فأنتم عاقبتم أنفسكم بأنفسكم الله تعالى لم يحرم عليكم شيئا العرب قديما في الجاهلية كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام خلي بل حضرتك من هذه الألفاظ الأربعة البحيرة السائبة الوصيلة الحام فجاء الكرآن ففند الله زعمهم هذا وبيّن أنه زعم باطل فقال ما جعل الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن للذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون المشكلة أن هؤلاء حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم المشكلة أن هؤلاء الذين كفروا اخترعوا من أنفسهم اختراعا عنوانه الحرمة والله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا عليهم فهؤلاء لا عقل لهم ولا فهم لديهم وفي الحقيقة هم يفترون على الله الكذب لأن الله قال ما جعل الله من بحيرة العرب قديما كانوا يفعلون هكذا يعني لو أن أحدهم سافر على ناقته على الدابة التي يركبها سفرا طويلا فكان إن عاد من سفره نظر إلى دابته الناقة التي كان يركبها نظر إليها هكذا وقال لها أنت بحيرة يعني بحيرة يعني كان يقول يعني ليس من المرؤة ولا من الشجاعة ولا من القرم بعدما تعبت ناقتي معي كل هذا التعب أثناء ذلك السفر ليس من المرؤة أن أستعملها مرة أخرى فكان يقول مأكلها علي حرام يعني يحرم علي أكلها وشرب لبنها علي حرام ويحرم علي شرب ألبانها وامتطاء ظهريها علي حرام ويحرم علي أن أركبها مرة أخرى تبليه يقول لك خلاص هي تعبت معي في هذا المشوار فهي بحيرة والسائبة يعني لو أن أحدهم بشر بخبر جميل خبر كده يسعده ويفرح قلبه فكان إن قابل غلامه قابل عبده كان يقول له أنت حر وإن قابل أمته أنت حرة طب وإن قابل دابته التي أركبها يقول لها أنت سائبة يعني معناها أنت حرة يعني تأكلين من الكلأ والعشب ومن داري ومتاعي ما تأكلين وأنا لا يمكن أبدا أن أنتفع منك بشيء لحمك علي حرام لا أذبحك وامتطاء ظهرك علي حرام لا أركبك فأنت هكذا أن تضيف عندي في البيت يعني يسمونها سائبة والوصيلة كان عندهم عند العرب في الجاهلية كان عندهم عقدة من إنجاب الإناث حتى في عالم الحيوان والقرآن حدثنا وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم حزين جدا لماذا؟ لأن زوجته ولدت له أنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به زعلان جدا ومكسوف وخجلان ليه؟ زوجته قابت له بنت جعل فكذلك كان عندهم عقدة حتى من إنجاب الإناث حتى مع الأنعام التي يركبونها فكانوا يقولون لو أن الناقة ولدت أنثى ثم ولدت أنثى مرة ثانية ثم ولدت ذكرا للمرة الثالثة يقول خلاص هي وصيلة وصيلة يعني وصلت أنثيها بذكر وصلت أنثيها يعني وصلت ابنيها أو بنتيها لاثنتين بذكر فهي وصلة و الحام يعني الناقة لو رأت ولد ولديها خلاص فهي حام يعني صغيرها من ولدي ولديها حما ظهرها يسمونها حام حما ظهرها يعني لا تركب فكانوا يحرمونها على أنفسهم فجاء القرآن فقال لهم أنتم بتخترعوا من أين جئتم بهذا التحريم فقال ما جعل الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون للأسف هؤلاء ليس لهم عقل فإذا أن القرآن يتكلم مع العقل القرآن يناقش الإنسان يأخذ بيد الإنسان نحو الحق نحو القيم نحو الطريق المستقيم يدعو إلى الفضائل إلى مكارم الأخلاق إلى صالح الأخلاق يدعو إلى معالم الإنسانية الراقية يدعو إلى القيم الحضارية يدعو إلى القيم الإيجابية يدعو إلى بناء الإنسان لا يدعو أبدا إلى الخراب ولا إلى الضمار ولا إلى القيم السلبية لا يدعو أبدا إلى الرذائل أو إلى الفواحش أو إلى المهلكات أبدا يدعو الى اعمال العقل او لم يسيروا في الارض كل سيروا في الارض ثم انظروا افل ينظرون الى الابل كيف خلقت دعوة الى اعمال العقول فهو كتاب اقناع ليس في القرآن اية واحدة تتعارض مع اية اخرى وليس في القرآن حديث عن اللامعقول ابدا او عن ضرب من ضروب الخيالات او عن التناقضات العقلية ابدا وانما كله قائم على مخاطبة العقل الاقناع يقنعك عقلا ويمتعك قلبا القرآن فيه بلسم للكلوب تمأنينة للنفس القرآن كتاب عنوانه السلم السلم النفساني اقرأ قوله تعالى الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئنوا القلوب والمراد بذكر الله القرآن والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتعظيم والتحميل والتكبير الله سبحانه وتعالى واعم هذا القرآن الكريم فهو الذكر لان الله سبحانه وتعالى سماه ذكرا نعم انا نحن نزلنا الذكرا وانا له لحافظون فالقرآن ذكر وهو ذكر مبارك طيب الاثر محمود العافية والعاقبة الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئنوا القلوب قلوبهم تطمئنوا لذكر الله بسم الله ما شاء الله فترى القرآن يعني حينما مثلا تجلس تتوضى تصقب للقبلة كتاب الله تعالى في يديك مجرد النظر في القرآن عبادة حينما تبدأ في تلاوة القرآن الكريم ويحبذا لو كنت تقرأ القرآن كراءة سليمة صحيحة مجودة بسم الله ما شاء الله اقرأ ورتل وارتقي الله اكبر ان لم يكن في امكانك ان تقرأه ففي امكانك ان تسمعه على الاقل خذ بهذه الرمود في يدك استدعي قناة من القنوات التي يتلى فيها القرآن على مدار اليوم والليلة استمع الى ايات القرآن الكريم وهي تشنف مسامعا والقرآن يطلى غضا طريا بسم الله ما شاء الله الراحة والسكينة والتمأنينة متعصب بتنرفز بتدايق حزين مهموم مغموم مقروب متزعلش صدقني والله لو خلوت بنفسك مع كتاب الله فان كل هذا سيزول عنك صدقني جربها مهما بلغ بك الحزن ومهما اصابك من الحزن ومهما اصابك من القرب ومهما اشتد بك الوجع ومهما نزل بك من المصائب ومهما فقدت من الحبيب من القريب من الولد ومهما خسرت من المال ومهما تكالبت عليك الاحزان والله لو خلوت بنفسك مع كتاب الله فان كتاب الله يأخذ بك الى لذة الانس والقرب مع الله سبحانه وتعالى القرآن روضة بالرياض الجنة القرآن فيه المنادى والمناجة بينك وبين الله عز وجل فحينما تخلو بربك فان الله سبحانه وتعالى سيكرمك ويسعدك ويعطيك ويرضيك 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 اوالله القرآن يسعدك ويرضيك ويعطيك ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك يكفي ان الملائكة الكرام تحوتك يا قارئ القرآن من كل مكان ويكفي سبحان الله انك في يوم القيامة حتى تقرأ القرآن وهذا كما جاء في الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي فان منزلتك في الاخرة عند اخر آية كنت تقرأها يا ها اذا معنى ذلك ان قارئ القرآن يرتقي به يوم القيامة فما بالن بمن ارتقى بالقرآن في الدنيا والله ان احزن كثيرا حينما اسمع عن مسلم عن مؤمن عاش الحياة كلها ولم يقرأ ما تيسر له من كتاب الله حتى ولو ختمة واحدة لكتاب الله معقول كم عشت من ساعات قضيتها في العبث واللهو واللعب وكم ضيعت من ساعات في اشياء لا قيمة لها عشت الحياة كلها يا مسلم يا انسان ولم تقرأ كتاب الله ولو مرة واحدة لعلك تقول انا لست قارئا يا اخي يعني القرآن يتلى على مضار اليوم والليلة يختم على ما اعتقد في ثلاثة ايام بليالهن لو انك جلست في كل يوم ثلاثة ساعات فقط شكرا ستحظى بختمة كرآنية كاملة سماعا على الاقل حينما تقف بين يدي ربك يوم القيامة تقول له يا رب والله يعني يعني اريدك ان تعفو عني لانني استمعت الى كتابك ولو مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر لعل هذا للسماع يكون شافعا لك عند الله لكن اعجب ممن عاشوا الحياة ولم يقرأوا القرآن ولم يستمعوا اليه حتى ولو مرة واحدة على الاقل فالتكن لنا ختمة للقرآن ولو مرة واحدة كل عام كل عام في رمضان ويحبذ لو ختمة مرة واحدة كل شهر ان لم يكن في امكانك على الاقل على الاقل اقرأ ما تيسر من بعض سور القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من مقبل على الله ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر